هنا اثار متحف الموصل التي تعود الى الالف الاول قبل الميلاد وهي قيد الترميم بفضل تمويلات دولية وخبرة من متحف اللوفر في باريس بعدما دمنها تنظيم داعش الارهابي ابان سيطرته على المدينة بعد دخول داعش تم تدمير اغلب هذه القطاع وسرقتها فحاليا احنا اعادة ترميم وجمع وترميم ما يمكن ترميم وهو من القطع المتناثرة من اثيران المجنحة والاسد والمنصة خبراء وعراقيون يشتهدون ويعملون بمساعدة فرنسيين على تجميع المئات من القطع الحجرية الصغيرة التي يفوق عمرها على 2500 عام وتضم اسدا مجنحا وزنه عدة اطنان وثورين مجنحين اشوريين وقاعدة عرش من عهد الملك اشور ناصر بال الثاني وينوي الخبراء الفرنسيون التناوب لاجراء زيارة دورية اضافية الى الموصل بالتعاون مع عشرة من العاملين في متحف الموصل للعمل على انهاء تجميع هذه التحف الاثرية المهمة تنتهي عمل الصيانة في غلون خمسة سنوات القادمة ان شاء الله وهو سقفا زمنيا تم تحديده من قبلنا نحن ادارة المتحف ومن قبل الخبراء الفرنسيين الذين يعملون بالشراكة مع فرق الترميم الا ان هذا السقف ممكن ان يكون اقل او يكون اكثر حسب التخصص وحسب الامكانية العمل وحسب الظروف التي تواجهها القطع الاثرية في مرحلة الترميم والتأهيل وتتعرض اثار العراق للنهب منذ عقود سيما بعد الغزو الامريكي وفي مرحلة سيطرة ارهابي داعش وتشكل استعادة هذه القطع المنهوبة واحدة من التحديات الاساسية للحكومة الحالية اشتركوا في القناة